بعد أشهر طويلة من انتقادات واتهامات طالت شركة فيسبوك بالتدخل في الانتخابات الأمريكية وكسر قانون حماية البيانات والتساهل في التصدي للأخبار المزيفة أعلنت الشركة عن تدابير جديدة لتعزيز الشفافية التدابير التي ساقتها فيسبوك تطلع المستخدمين بشكل أفضل على أصل بعض المحتويات لا سيما الإعلانية منها مستخدم فيسبوك ومسينجر وانستغرام سيتسنى لهم الاطلاع على كل الإعلانات التي يمويلها ذات المصدر كما سيتمكن المستخدمون من التعرف على اسم كل شخص استحدث صفحة لشركة أو منظمة أو علامات تجارية أما فيما يخص الإعلانات سياسية المضمون فقد اعتمد التدابير تشير بوضوح إلى المحتوى السياسي مع تفاصيل حول مصادر التمويل مثل هذا التدبير بدأ تطبيقه في الولايات المتحدة والبرازيل مع اقتراب استحقاقات انتخابية جديدة في الفترة المقبلة بحسب ما أعلنت فيسبوك وتتزامن هذه الخطوات مع اتهام نواب بالبرلمان البريطاني للشركة بالمراوغة في الإجابة على أسئلة تتعلق بإساءة استخدام مؤسسة كامبرج أناليتيكا لبيانات مستخدم فيسبوك في الانتخابات الأمريكية الأخيرة تويتر من جانبه أعلن عن تدابير مماثلة تسمح لمستخدميه في أنحاء العالم بالاطلاع على كل الإعلانات المنشورة على الشبكة أحمد الهادي العربية